مرحبا فيكم أصدقائي جميعا بسلسلة وتسيريس رح نكفي معاكن بسلسلة وتسيريس ضمن عالم الويب رح نحكي اليوم عن الـ HTML الـ HTML هي الركيز الأساسي في تحديد محتوى أي صفحة في أي موقع بالعالم بغض النظر لشو بيهدف الموقع تبعك الـ HTML هي تعتبر النواة في تحديد ما هو المحتوى الذي سوف يظهر للمستخدم الـ HTML هي اختصار لأربع كلمات هي Hypertext Markup Language تساعدنا يعني عالم تختلف أنه هي لغة برمج وعالم تقوله هي لغة مرمزة Markup Language هي لغة مرمزة لا تحتاج إلى مترجم هذه اللغة إلى شان يظهر المحتوى تبعه بكل بساطة أنت فيك تحط الرمل الكود البرمجي الخاص بهذه اللغة ضمن أي متصفح وتسيف الملف بلاحقة HTML وبيفتح لك يا أي متصفح فاللغة صممت من أجل صفحات الويب هذه اللغة تحتوي على عناصر هذه العناصر منحض ضمن الوسوم يلي نحن بدنا نعرضه ضمن صفحاتنا كل عنصر في الـ HTML يسمى وسم أو tag منحطه بين قوسين مسلسات مثل مو شايفين بهذا الشكل بكل بساطة رح نبلش بـ HTML element يعني نواة HTML هي العناصر بدنا نتعرف على أهم العناصر الموجودة بـ HTML بحيث من نور أي شخص لا يملك معرفة بالـ HTML أنه يعرف لين فايل كل وسم أو كل عنصر فيه HTML يبدأ مثل مو شايفين بقوسين ومنحط اسمه وينتهي بـ word slash وبنفس الاسم فكل عنصر يحتوي على وسم بداية ووسم نهاية يتم وضع البيانات بداخله شو الـ H1 الـ H اختصار لهيدر رح نتعرف عليها فيما بعد فهون نحن عم نتعلم أنه كل عنصر HTML يحتوي على وسم بداية ووسم نهاية منميز وسم البداية عن وسم النهاية بالـ forward slash ومنحط المحتوى اللي بده يطلع على المستخدم ضمن هاي الوسمة كل وسم يملك أتربيوت أو خصائص هذه الخصائص هي بتضيف معلومات لهذا الوسم فينا نضيف ألوان فينا نضيف ستايلات فينا نضيف كود جافا سيكريب فالأتربيوت أو الخصائص تضاف للوسوم أو للتاقات فمثل مكاتبين الأتربيوت بتزودك بمجموعة من المعلومات بتضيفها أنت لهاي العنصر وكل صفة أو كل خاصية هي عبارة عن زوج من اسم هاي الخاصية يساوي القيمة تبعيتها مثل أنا عندي الخاصية ترميز تبع هذا الوسم شو بدي يكون يساوي بحط بين دبل كوتيشن يوتي اف ثماني ترميز يدعم اللغة العربية ناخد مثال هلأ أنا شو بدي أكتب ضمن النوت باد لحتى تطلع له صفحة وأعرض عليها المحتوى تبعي كل صفحات لـ HTML تبدأ بإشارة تعجب الوسم بديك تحدد شو نوع هذا الملف مسبقا مشان المتصفح يعرف هذا الملف نوعه HTML فدوك تايب اختصار لـ document type فراغ منحط الـ HTML كل صفحة تبدأ بالوسم HTML وتنتهي بالوسم HTML منحط صفة اسمه language يساوي انجليش أنه لغة هذه الصفحة انجليزية أنا زوت المتصفح بهذه الخاصية أنه أنا أعرفته أو بشكل مسبق خبرته أنه هذه الصفحة لغة انجليزية الوسم meta يستخدم من أجل إضافة مزايا على مستوى كامل الصفحة وليس على مستوى عنصر معين وإنما على مستوى كامل الصفحة بتحط المتا بيانات إضافية للصفحة خاصية الترميز أو تشارسة يساوي هنا هي خاصية ضمن الوسم meta يتيف 8 التايتل يستخدم من أجل تحديد عنوان هذه الصفحة بالمتصفح هلأ فينا نكتب كنا هيد بتضم كل البيانات اللي خارج البادي فينا نبلش بهيد وننهيه بهيد أنه الترويسي طبعا الصفحة وحط فيها كل هذه البيانات البادي أي شيء بدك يطلع على الشاشة تبعات المتصفح بدك تحطه ضمن البادي بادي الصفحة هو جسمة تمام؟ فأي شيء بدك ينعرض بتحطه ضمن البادي أي شيء براته هو عبارة عن معلومات وليس محتوى يعني مثل هون الترميز عنوان الصفحة لغة للصفحة نوعه للملف هذا ما بيظهر كل شيء بدك يظهر بتحطه بالبادي اتش وين بلا 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 بي بلا 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 سكرت البادي لكل وسم بداية وسم نهال ما عدا بعض العناصر تملك فقط وسم منهي بالأصل نتعرف عليه لاحقا الاتش وين اختصار لهيدر وهي تستخدم من أجل وسم يستخدم من أجل تحديد عناوين رئيسي يملك مجموعة مقاسات من الواحد للستي البي اختصار البراغراف إذا بدك تكتب مجموعة من الأسطر على أنه فقرة فيك تحطه ضمن الوسم بي مثل مكاتبين كل صفحات الاتش تيميل يجب تحديد نوعه بالبداية من خلال وسم دوك تايب وتقول الاتش تيميل كل صفحات الاتش تيميل تبدأ بهذا الوسم وتنتهي بهذا الوسم اللي هو الاتش تيميل أي شيء بدك يزهر على المستخدم بتحطه ضمن وسوم البدء فهذه البنية اللي شايفينا للاتش تيميل لصفحة أي صفحة ويب العالم تبدأ بالترويسة أو بالوسم اتش تيميل وبينتهي بالاتش تيميل عنا قسم الهدي اللي بفينا نحط فيه استوراد استيراد الملفات والعنوان والميتا ديتا اللي بدنا نحطه البادي منحط جواته أي شيء بدنا يعفى هاي الاستركشور أو الهرامية طبعا الصفحة خليها براسك مشان يكون عليك سهل تعامل مع كوداك الهيدنج مثل ما حكينا هي تستخدم يعني من أجل وضع عناوين عريضة في صفحتك بتبلش من الواحد هو أكبر شيء وبتنتهي بالستة أصغر شيء كلما كبر الرقم كلما صغير الخط كاتبين أنه الاتش واحد وقتل بيكون الخط كبير فأنت عم تحكي أنه هذه المعلومة جدا مهمية أو عنوان رئيسة الاتش ستي أنه عنوان بيكون صغير كحجم بيكون هو أقل أهمية طبعا كل وسم بداي له وسم نهاية مثل ما شايفين بيكبر الخط وبيصغر مع كبر الرقم البراغراف مثل ما حكينا هي الوسم يلي بساعدنا على تشكيل فقرة في صفحتك إذا حبيت حط رابط أنا حبيت حط رابط بصفحتك عند النقر عليه بياخدني إما إلى موقع آخر أو إلى صفحة ضمن موقع أنا فالوسم A هو بساعدني على وضع رابط يملك الوسم A الخاصية اتشريف تمام؟ هاي الاتشريف تحط فيه اللينك يلي أنا بدي إياي يروح عليه عند النقر على الرابط وين بحط الكلمة التعبيرية اللي بده تطلع بين الوسم A و نهايته تمام؟ هون بس يتم النقر على هذا الرابط أو على هذه الكلمة بيروح على هذا الرابط فأنا بحط الرابط يلي بدنا نروح على الابل اتشريف هي أتريبيوت للوسم A فين يضيف أنا صور تساعدني الوسم أو يساعدني الوسم إما يجعله إضافة صورة هذه الصورة أو هذا الوسم يملك خاصية الصورس أنه أنا حط أو SRC أني حط أنا وين الصورة يلي بدي إياها تطلع في حال ما طلعت هذه الصورة بدي حط نص بديل فالالترنتف بتساعدني على وضع عبارة مثلا لم يتم تحميل الصورة أو فشل في تحميل الصورة والوث والهايت هنن خاصيطين مشان أنا حدد مساحة الصورة بالطول وبالعرض حطهم بالبكسل أو بنسب مئوية نشوف المثال اميج هو وسم منحط صورس وحط وين الصورة وما لاحقتها يعني مسارة للصورة دوت واللاحقة في حال ما طلعت الصورة شو النص البده كي يطلع فين يحط أنا ستايل يعني هون أنا ضفت خاصية ستايل وليس المزايا أو الخصائص هاي خصائص خاصة بالإميج هون فين يضيف ستايل أنا فين يضيف ستايل للصورة لاحقا بالفيديو القادم إن شاء الله منشوف شيين ستايل بالسي اس اس بقول ويتس نقطتين مئو وعشرين بكسل فاصلة مع قوطة الارتفاع مئو وخمسين بكسل بدي يضيف أزرار البطن يستخدم الوسم بطن يستخدم من أجل إضافة أزرار من أزرار مثل تسجيل دخول تسجيل خروج شريط قوائم ضغط على هذا الزر من أجل أن يظهر لك هكذا أي زر بدك يوم بتحطه ضمن الوسم بطن واسمه اللي بده يطلع جواته بتحطه بين الوسم البداية ووسم النهال العناصر أو القوائم ليست في عنا نوعين من القوائم قوائم غير مرتبي تبدأ بـ UL in order list والعناصر المرتبي order list هي بتكون عبارة عن ABCD أو ألف باء تأثى أو 1-2-3 يعني قوائم كل تعداد فيها اللي بيكون له ترقيم معين عناصر هذه القوائم هو عبارة عن الوسم LI list element list أو list item list item فيتبدأ القائمة بـ UL تنتهي بـ UL نفترض أننا عم نحكي عن القائمة الغير مرتبة كل عنصر بدي يطلع أنا بحطه ضمن وسم LI list item فهون عندي قائمة غير مرتبة هيك بيطلع طبعا أنا كل الأمثلة اللي حاططها ضمن النص الرمادي اللي هو النص الخاص بالأكواد أنا حاططه ضمن البدي حاططه ضمن البدي يعني نفس القالب والصورة أو الكود البرمج اللي كان معايا ببداية المحاضرة أنا بس عم بدل جزء البدي الجداول كمان في نظيف جداول بالـ HTML الجدول بيبلش بالوسم table وبينتهي بالوسم table كل سطر في الجدول يبدأ بـ TR بالوسم TR table row والسطر الأول الـ header table header بيكون هذا الغامق اللي بيكون بالسطر الأول في كل جدول هو العناوين اللي بدي تنزل تحته كل الأسطر هذا منسميه نحن table header أو TH وكل خلية في هذا الـ row في الـ table row أو في الـ TH منسميه TD table data فمثل ما شايفين أنا بلجت بـ table ونهيته بـ table ضفت خاصية border واحد أنه أنا أعطيني حواف لهذا الجدول ما استخدمت الـ TH حطيت TR بـ TR وقلت first name أو لك استخدمت أول سطر TR table row حطيت TH first name TH last name TH age هذا السطر الأول بيكون غميق أو غامق عفوا بيكون هو بيحدد عنوين الأعمدي تبعيته سكرتوا للسطر الأول نتسكر السطر الأول انزلت إلى TR table row GD TD هون بيانات table data بلا 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 عبيت كل خاني حطيت تحتها مقابلة ورحت على السطر اللي بعده كمان حطيت TR فملاحظت كل سطر مثلوا بـ TR الخلايا بـ TD والترويسي بـ TH هلأ أنا كل شي اتحكيته إذا ضفتو حطيتو ورتبتو وعملت صور وقوائم وشريط تنقل يعتبر هذا استاتيكي طيب إذا أنا لاحقا بدي أتعلم كيف بدي برمج كيف بدي أشتغل أنا مثلا أني ضيف ديناميكية أو ضيف أحداث أو ضيف أي شي على هذه العناصر فهون منكون بلشنا شوي نغمق بالـ HTML فينا نقول نحنا متل ما قلنا أنه كل وسم يملك خاصية في خاصية لكل وسم يعني هاي الخاصيطين الـ ID والـ Class هي تضاف على كل الوسم أنك أنت تعطي معرف خاص فيك بهذا الوسم إن أنت عندك زر معين بدك تسميه لوج إن مشان لاحقا بس تتعلم جافا سكريب تقول بس ينقر على لوج إن أسحب لي البيانات اللي فوتها وروح على الـ Database تأكد لي من هذه البيانات إذا موجوده وخليه يفوت على الموقع فبدك أنت هذا الزر تعرف إذا نقر عليه أم لا فبدك تعطيه ID وتروح تتنصط عليه نقر أم لا فالـ ID بتساعدك على وضع معرف خاص لعناصر HTML من أجل التحكم فيها بكود برمجة جافا سكريبت على سبيل المثال ونفس الشيء لكلاس هنن خاصتين مثل بعض فيك أنت تستخدمه لوضع معرفات خاصة بهذه العناصر ID يبدأ بهاش والكلاس يبدأ بنقطة إذا حبيت لاحقا توصل له إذا كنت حاطت للعنصر ID فبتوصل له أنت بهاش واسمه أما إذا كنت حاطت له كلاس نقطة بتحط اسمه لاحقا بتجاه في سكريبت رح نشوف هذه المعلومة فنحن رحنا على الـ ID مثلا table قلت له هذا الـ ID table01 على سبيل المثال رح تبجاه في سكريبت قلت وصل لي للـ table01 هاش table01 بيمسك لي يا له هذا الجدول فين يغير لونه فين يمسح عناصره لكلاس فين يروح ضيف كلاس نورمان هلا ممكن تقل لي أنه قلت له هاش للـ ID ونقطة للكلاس مو هون مو بإنشاؤن وإنما وقت بدك توصله عنا خاصية الـ style إذا حبيت تضيف مثلا لون أو حجم خط لفقرة ما فيك تقول style يساوي font size نقطة 16 بكسل هاي منسميه تأثير سطري على عنصر معين حبيت مثلا تعمل div div هو عبارة عن بلوك برمجة فاضية يعني div بتفتحها وبتسكرب وسم بداية ووسم نهاية هي تستخدم من أجل تجميع وصوم مع بعضها ضمن كتلة فرحت أنا قلت له حط لي بهاي الكتلة data ID 500 on click أو on mouse over بكرا منتعرف عليهم بالجافا سكربت هدول خاصيات من ضيفهم لعناصر معينة من أجل رصد أحداث يعني الـ input هو عنصر وسم يستخدم من أجل إدخال بيانات من المستخدم رح تضفت له الخاصية on click شو الفاليو تبع هاي name يساوي الفاليو تبعه my function cosine عمل التابع هذا بكرا منشوفه بالجافا سكربت بس ينقر على هذا الـ input بيروح بيتنفس هذا التابع الخاصية on mouse over وقت يلي بتمرق الماوس على هذا الرابط مثلا خليه يتلون بالأحمر نحنا منعرف ان الروابط التشاعبية وقت يلي منقرب الماوس علي بيتغير لونه فراحت انا قلت له زيس شو يعني زيس هذا العنصر زيس لهذا العنصر حط لي خاصية set attribute هون عم اتعدل الخاصية باستخدام التابع set attribute بقل له style fastly color read يعني ضف لي خاصية style شو هي color read مثل كأنك عم تقول style font size 16 بكسر هيك بكون اعطيت لمحة عن الـ html طبعا برجع بذكر معلومة مهمة انا ماني عم علم اه برمجة html وانما عم نوه للعالم شيني html وعم اعطي لمحة سريعة لأي مبتدئ بحيس يكون عنده اه overview نظرة عامية عن الـ html قبل ما يغوز فيها هاي المراجعة اللي اعتمدت بهذا الفيديو بتمنى اذا فيه السؤال تتركوه لي اياهم بالتعليقات ونشوفكم بفيديو جديد سلامات